مسائل فل على كل متابعين قناة حريف أفلام فيلم النهاردة اسمه My Secret Billionaire في بداية الفيلم بنشوف سلسلة مشاهد للحياء اللي بيعاشها البطل بيروح بطيرة مخصوص لكمة الجبل عشان ينزح لأعلى الجليد بيسوق أفخم أنواع العربيات بيمارس الرياضة بيسافر كل مكان في العالم بطيارته الخاصة وبيصاحب أجمل ستات في العالم وبعد ما فهمنا الحياء اللي بيعاشها تعالوا نتعرف عليه بتشوف بطل الفيلم اللي اسمه فارو وهو داخل شركته وبيتكلم مع لورنس المساعد بتاعه وبيقوله يبيع خمس تلاف أسهم من شركاته واللي هيكون تمانهم ستين مليون دولار بيفكره لورنس بالاجتماع اللي مفهوض يحضره لكن فارو بيطلب منه يحضر مكانه بعد ما بيخلص شغله بيروح يحضر حفلة في فيلا ناس أصدقائه وهو مستمتع بالجو بيجيله تليفون من أمه وبتقوله أن أبوه مريض وبيسأل عليه بعد وقت قصير بيكون فارو على طيارته الخاصة ورايح لهم بيستعرض حياته من خلال زكرياته بيحكي أنه تولد في إيطاليا في أسرة بسيطة لكنهم هجروا لأمريكا وبقى راجل أعمال ناجح علقته بأهله كويسة أما أبوه فدايبا خايف من شيء واحد وهو أن فارو ما يلاقيش الحب الحقيقي بيوصل لبيت أهله وبترحب بي أمه وبتعرفه أن أبوه خلاص مش متبقي له وقت كبير بيدخل يسلم على أبوه وبيميل جنبه عشان يسمع كلماته الأخيرة ساعتها بيطلب منه أبوه آخر طلبه قبل ما يموت وهي أن فاروه يبعد تماما لمدة شهر من غير فلوسه ومن غير ما يستخدم اسمه فاروه مش قادر يفهم السبب لكن أبوه بيصمم يوعده بكده وفعلا بيوعده أنه ينفذ وصيته وفي النهاية بيموت الأب وبعد الجنازة بيودع أمه وبيرجع مدينته في شركته بيقابل لورنس اللي بيعزين وساعتها بيعرفه فاروه أنه هيختفي لمدة 30 يوم وبرغم أنه دا ممكن يأثر على شغلهم إلا أنه رفض يقول لورنس على أي تفاصيل تانية وبعدها بدل رخصته وأوراقه القانونية مع سواقه الخاص وسافر لمدينة نيويورك اتحرك في الشوارع مش عارف رايح فين معاشان تحاطت فيها حكته قدم على وظيفة في مطعم بيتزا لكن المدير رفض بيدخل يقعد في بار ومنجوعه بيأكل الزيتون اللي بينزل مع المشروب وبيلاحظ واحدة جميلة قاعدة جنبه بتنجذب لشكله وهيئته وبيتعرفه على بعض بيقدم نفسه باسم كلود واللي هو اسم السواق ومش بيجيب سيرة هو مين وبيمتلك قد إيه ولما بتحس إنه مجرد شخص عادي بتسيبه وبتمشي لكن بتقعد مكانها واحدة اسمها بيتا مش جذابة ولا حلوة زيها لكن كانت لطيفة معا قال لها فارو إنه ما عندوش مكان يبت فيه النهاردة فأخدته عندها البيت وهناك شاف واحدة نايمة على الكنبة موضحت لهش هي مين وبعتته لسريرو وفي الليل دخلت له بيتا تتنحنح عليه شوية لكن دحك عليها وقال لها إنه شاز وتقول الليل معرفش فارو ينام من شخير بيتا فخرج قاعد في الصالة وفضل بوصص للست اللي نايمة بتصحى من حركته وبتتخض منه بيخافوا يكون منحارف وفي النهاية بيتردوه بينزل الشارع واتنين بلطة جاية بيتعرضوله لكنه بيدربهم وبيطلع يجري بيهرب على سلم الحريق لمبنى ومش بيقدروا يوصلوله لكن واحدة من السكان بتتصل بالشرطة لما بتشوفه قاعد قدام شقتها بتوصل الشرطة وبيقبضوا عليه بيحكي لهم قصته وإنه فيه اتنين حاولوا يسرقوه لكن بيبيتوه في الحجز الليلة دي وتاني يوم بعد ما قبضوا على البلطة جاية وتأكدوا من قصته سابوا يمشي وفي الوقت ده بنشوف ديانا ماشية في الشارع ودي الست اللي كانت نايمة في بيت بيتا وفارو خوفها كانت خايفة وحسة ان في حد ماشي وراها وبنعرف وقتها السبب من فلاش باك بنشوفها دخل بيت واحد وبيعتدي عليها أول ما بتوصل بيت أمها بتخبط جامد عشان تفتح ولما بتدخل بتحس بالأمان بتقترح عليها أمها تقابل راجل وترتابط به مش عاوزها تكون لوحدها لكن ديانا مش مهتمة بيقضي فارو الليلة نايم في الشارع ولما بيحاول يشتري ساندويتش ما بيلاقيش معاه غير خمسين ست ومع ذلك الباقع بيقنم له الساندويتش مجانا وهو بيعدي الشارع بتخبطه عربية فبينزل السواق فريد يطمن عليه بيعتزل وبيساعده ساعتها بيقوله فارو انه بيدور على شور فبيعرفه فريد ان واحد من العمل ابتعه بيدور على سواق وبياخده البيت العميل اللي اسمه كيرتس بنعرف ان الراجل ده أخلاقه مش كويسة بيعامل الناس باحتكار كأنهم أدوات بيتخانق مع امراضه كات وبعدها بيقعد يتكلم مع فارو بيقوله انه مش بس هيشتغل سواق لكن هيطلب منه مهمات تانية مختلفة ولان فارو محتاج الشغل بشدة وافد وبتدخل نانسي بنت كيرتس واول ما بتشوف فارو بتعجب به نبهته كات انهم محتاجين حد يخدم على الضيوف في الحفلة فبيعينوه فورا وفي الليل بيخدم فارو على كل المعازيم لحد ما بيطعب وبيفكد طاقته بيطلب منه كيرتس يوصل واحد من الضيوف في البيت وهو في الطريق بيتصل بلورانس وبيطلب منه يدي مكافأة 5000 دولار لكل الموظفين في الشركة بعد ما دايق معاناتهم وحسن مشقتهم وفي الليل بيدخل قطو وبيتفاجئ بكات مستنيا وفجأة بتخبط علي نانسي فبتستخبأ كات وبتبدأ نانسي تغريه عشان ينام معاها لكن الباب بيخبط تاني بتجري نانسي تستخبأ وبيطلع كيرتس اللي هو كمان جاي عشان معجب بفارو بشكل ما لكن فارو بيقوله انه مريض بمرض معدي فبيسيبه وبيمشي ولما نانسي بتخرج بيحرجها فارو وبيرفض اي علاقة معاها فبتتدايق منه وبتقوله انها هتدفعه التمن وبعدها بيمشي كات تاني يوم بياخد كيرتس يوصله شركته وهناك بيشوف دايانا تاني بيكون لطيف معاها لكنها بتتجهله وبيضطر يمشي وبعد ثلاث ايام بيبعت لها فارو بوكي وارد لكن من غير كرت ولا رسالها وبيتصل بيها كيرتس وبيطلب منها تطلب تاكسي وتجيب له شنطته اللي انسيها في المكتب اعتصرت انها مش هتقدر علشان عند بها جنازة لازم تحضرها لكنه رفض حتى يسمع العذر فعلا اخذت شنطته وراحت له البيت وهناك بتشوف فارو تاني بيطلب كيرتس منه يوصلها لأي مكان تختاره وفي العربية بيتعرفوا على بعض المرة دي بشكل انسب بيعتذر لها فارو عن اللي حصل في بيت بيتا وبتتفاجئ لما بيقول لها انه هو اللي بعت الورد وكمان بيقترح يروح معاها الجنازة ويشربوا حاجة مع بعض فعلا بيروحوا وطول الوقت بيفضلوا يضحكوا مش قادرين يمسكوا نفسهم بسبب بعض التعبيرات اللي بيقولها الكاهن ووقتها قربوا من بعض اكتر وفي القفي بتقوله ديانا ان ده مش معادمة بينهم ولكن الغريبة انها حس بالراحة معاه اذا كان كيرتس حس بالراحة معاه المهم بتعرفوا ان جزها مات في حرب العراق وبيتكلموا كتير وبيعرفوا حاجات اكتر عن بعض وفي النهاية بياخدها وبيوصلها البيت وقدام بيتها بيعيشوا لحظة رومان سيئة وبيتبوسوا ووقتها اهلها بيكونوا بيرقبوهم بيتفقوا انهم يتقابلوا تاني في يوم اجازتهم وساعتها ده هيكون معادة حقيقية وبعد ايام في الشركة بيجبر كيرتس ديانا تقعد لوقت متأخر وتنزل تعاين بعض الشقاء فبيوسيها فارو وبيلف معاها اليوم كله لحد ما بتخلص شغل وفي يوم بتروح نانسي الشركة وبتشتكل كيرتس ان فارو رح لها القوضة وكان بيغزلها ساعتها بيغضب منه جدا بيهيد وبيزعق فيه قدامهم كلهم وبيرفده اخيرا ديانا جابت اخرها منه وسألته انت ليه بتعامل الناس بالشكل ده فبيشتمها هي كمان وهنا بتستقيل بيمشوا من الشركة مع بعض وبيحكي لها فارو على حقيقة اللي حصل مع نانسي في بيت كيرتس وانها عملت كده بس عشان هو رفض علاقته بيها دحكت ديانا وسألته هدبت فين النهاردة لكن ده ما كانش مشكلة لانه قبض مرتبه فعزمته على العشة مع اهلها بالليل ووافد وقبل العشة بيقعدوا كلهم في جو تنشن واهلها بيحاولوا يعرفوا كل المعلومات عن فارو اللي قدم لهم نفسه طبعا باسم كلاود وطبعا ما اتبسطوش لما عرفوا انه مجرد موظف عادي ملوش مستقبل وقال لهم انه ترفض من شغله وجر ديانا معاه في الورطة ساعتها تفزع من الخبر لحد ما ديانا وقفتهم عند حدهم وبدأوا يتعشوا والحقيقة انهم كانوا معجبين باخلاقه وبعدها خرجوا وفدلوا يتمشوا مع بعضه وهم بيأكلوا ايس كريم وبيتكلموا وبدأوا يدوروا على شغل لكن ديانا كان عندها فكرة تانية طلبت منه يكون شاركها في شركة جديدة ومعاها فلوس كانت محوشاها اتفاجئ فارو انها مستعدة خاطر بكل اللي عندها معاه ولانه راجل اعمال ناجح عنده طرق للدخول للسوق وزيادة البيع اتحمست ديانا جدا لما سمعت افكاره المبهرة فخرجوا يحتفلوا مع بعض بشركتهم الجديدة شربوا ورقصوا وفي النهاية رجعوا البيت قرب منها فارو لكنها مقدرتش تدخل معاه في علاقة وبتحكيله السبب لما جوزها مات كان نفسها تعرف ايه اخر حاجة قالها فراحت لصديقه اللي كان معاه وقتها لكنه طلع كذاب واعتدعا لها بكت ديانا ووساها فارو واخيرا فتحوا الشركة وكانوا نجحين وبيصرح حفارو انه مضطر يرجع لكاليفورنيا قريب اما هي ما كانتش مبسوطة من القرار ده وبعدها اتصل بي لورانس وقال له ان مجموعة شركاته في خطر بعدما بيعوا الخمس تلاف اسهم فطر بسرعة على كاليفورنيا وفعلا قدر يستعيد السيطرة تاني على شركاته ورجع تاني لديانا في الشركة وهناك فجأتهم كاتو دخلت وبسته بالعافية فحصل ما بينهم سوء تفاهم وانتهت علاقتهم بخناقة بيجي اخر يوم في الشهر وبيضطر فارو يرجع لمدينته الداي انه هيمشي من غير ما يودعها وبعد ايام بعت لفريد شيك هدية بخمسين الف دولار ولما كيرتس وبنته عرفوا استغربوا وما صدقوش انه بليونير قبل ما يمشي رح لها البيت اتكلم معاها وشرح لها كل حاجة وفي النهاية سمحته ورجعوا البعض ووقتها طلب منها تروح معا كاليفورنيا ووفقت وسفروا مع بعض واول ما وصلوا وضح لها فارو الحقيقة اسمه الحقيقي وشركاته وامنية ابوه اللي كان بيحققها الوقت اللي فات اما ديانا شافت فيه انسان طيب خاصة لما شافته بيعامل موظفي زي اصحابه وكانت مزهولة لما عرفت هو مين وبعدها بتقوله انها هتضطر تدور على الشغل هنا لكنه بيقول لها انه عاوز يشاركها كل حاجة بيمتلكها لان دي اول مرة يختبر معنى الحب الحقيقي بيطلب منها الجواز وبتوافق فعلا بيتجوزوا وبيعيشوا مع بعض في سعادة وعزم كل الناس اللي قابلهم في رحلته حتى كيرتس في نهاية الفيلم اكيد فهمنا القصد الاخلاقي وهو ان الفلوس تقدر تشتري حاجات كتير لكن مش الحب الحقيقي وبكده يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر